إذن مشاهدين نتابع وقاع ما يجري داخل لبنان عملية اغتيال صالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بغارة إسرائيلية نفذتها إسرائيل عبر المسيرات على مكتب القيادية الفلسطيني في الضحية الجنوبية لبيروت وتعد هذه أول ضربة إسرائيلية تطالو الضحية الجنوبية لبيروت منذ بدء التصعيد عبر الحدود على وقع الحرب في قطاع غزة التي بدأت إثر هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي أقل مصدر أمني لبناني أن العروري قتل في الضربة الإسرائيلية مع عدد من مرافقيه وأكد مصدر أمني آخر المعلومة موضحا أن طابقين في المبنى المستهدف قد تضرر إضافة إلى سيارة على الأقل وأكدت حركة حماس مقتل العروري فيما قال عضو المكتب السياسي لحماس عزة الرشق أن اغتيال العروري لن يوقف الحركة وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان فقد استهدف القصف الإسرائيلي مكتبا لحركة حماس خلال عقد اجتماع لقيادة فلسطينية فيه من القدس ينضم إلينا مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي زياد مرحبا بك نستطلع منك على الأقل ردود الفعل حتى اللحظة على اغتيال العروري طبعا بعد أن تحدث الوزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بترحيب عن الموضوع وأيضا النائب دانون وهو عضو في لجنة الخارجية والأمنة الذي هجمع الجيش الإسرائيلي على اغتيال العروري تفطن مكتب نتنياهو للأمر وأوعز للوزراء والنواب في إسرائيل بالكف عن الحديث في هذا الموضوع عن اغتيال صالح العروري في بيروت وعمليا نتنياهو أيضا ألغى اجتماع الحكومة الأمنية المصغرة الذي كان مقررا هذا المساء في تل أبيب وأجرى مشاورات أمنية مع رئيس المساد ورئيس الشباك أيضا حول تبعات ما قد يحدث إسرائيل عمليا تستعد لإمكانا يكون هناك رد من حزب الله ومن حماس لبنان حتى اللحظة ثمت استجابة لطلب مكتب رئيس الوزراء بعد هذا التدخل زياد ما عاد الحديث من هؤلاء الوزراء الأمر مقتصر على المحللين والصحافة والإعلام هذا صحيح حتى الإعلام الإسرائيلي لا يذكر صراحة أن إسرائيل من فعلت ذلك يستخدمون دائما بأن سلاح جو ما فعل هذا الأمر لأن هناك رقابة عسكرية على هذا الموضوع لكن بدون أدنى شك بأن إسرائيل وهذا سبق وتحدثنا عنه في مرات سابقة عمليا وضعت كل كيادة حماسة السياسية والعسكرية للاستهداف والاختيال وهذا ما أعلنه نتانياه في مؤتمر الصحافي وبالتالي الأمر ليس سرا لكن إسرائيل هذه الليلة عمليا تريد أن تفهم تبعات ذلك على الأرض هي تتوقع أن يكون هناك رد من حزب الله ربما حتى إطلاق ثواريخ بعيدة المدى قد تصل حيفا وطبعا رد من حماس في لبنان وكذا أيضا إطلاق ثواريخ من قطاع غزة تجاهة العبيب لكن مع ذلك رغم هذا التأهب الآن في إسرائيل إسرائيل ما زالت تعتقد بأنه يمكن احتواء هذا الموقف بمعنى ستبقى المواجهة على جبهة لبنان تحت سقص الحرب الشاملة ربما يكون تصعيد نوعي هذه الليلة رأيت أيضا حتى الناطق العسكري هاجاري هذه الليلة كان ملفتا أنه وجه رسالة لحزب الله بأن إسرائيل متأهبة لكن إسرائيل الآن تركز على حماس قال ذلك بشكل واضح بأنها على ما يبدو ليست معنية بفتح الجبل الشمالية رغم هذا الاغتيال في الضحية الجنوبية لبيروت طيب مواقع إسرائيلية زياد تتحدث بأنه لا علم لواشنطن عن نية إسرائيل اغتيال العاروري بينما تحدثت وسائل الإعلام ومواقع أخرى عن هذا الموضوع العلاقة ما بين إسرائيل وواشنطن فيما يخص هذه الجزئية وبهذا الحجم في مثل هذه الحالات واشنطن تنأى بنفسها سريعا عن هذا الموضوع هذه التسريبات مقصودة كي يفهم بأن لا علاقة وأن إسرائيل لم تخبر واشنطن هذا يحدث طوال الوقت في عمليات الاغتيال التي تحدث هنا وهذاك ليس مستغربا أن يكون هذا الخبر في مواقع إسرائيلية وأمريكية كثيرة مصدره أيضا أمريكي على الأغلب فقط نشير إلى أن وزير خارجية الولايات المتحدة لن يزور إسرائيل والمنطقة هذا الأسبوع أجل أسبوعا على ما يبدو بسبب ما حدث هذه الليلة طبعا نريد أن نتحدث عن هذه الزيارة كذلك كانت الأجندة فيها معروفة زيارة بلينكين بالطبع تم التأجيل هذا ما ورد قبل قليل صحيح الأجندة كانت نوعا ما معروفة هي تدور في فلك أن النظرة من واشنطن تجاه المرحلة الثالثة الإسرائيلية تختلف كليا عن النظرة من مقر وزارة الدفاع في إسرائيل على الأرض بمعنى واشنطن كانت تريد أن تدق الإسرائيل بالفعل إلى مرحلة جديدة تنسحب فيها من كامل قطاع غزة يعني في أسوأ الحالات إلى منطقة عازلة ما من هناك تشن الهجمات في إسرائيل يرون الأمر بشكل آخر إطلاق أو تسريح قوات الاحتياط هذا صحيح ولكن إبقاء قوات كبيرة من الجنود النظاميين ومواصلة العمل والضغط في خان يونس وفي مراكز في خطاع غزة هذا هو الخلاف الأساسي بالإضافة طبعا إلى الخلاف الأكبر وهو حول مستقبل خطاع غزة كان هذه الليلة من المفروض أن يناقش الكابنت الإسرائيلي هذا الموضوع لكن هذه الجلسة أيضا تأجلت بطلب من نتنياهو بسبب عدلية الاختيال في بيرول يبحث نتنياهو عن هكذا حدث أليس كذلك زياد من الممكن أن يبيع الإسرائيليين بأن حكومته استطاعت الوصول إلى قيادي بهذا الحجم وبالتالي تضع الرجل في ميزان الثبات أكثر هذا ما يبحث عنه قد لا تضعه في ميزان الثبات لأن هذا لا يكفي حتى لو اقتال اقتال مؤضم قيادة حماس في نهاية المطاف نتائج هذه المعركة لا تحددها فقط اغتيالات وبطبيعة الحال بالنسبة لإسرائيل ما حصل حتى الساعة نحن استحدث عن 88 يوما من القتال داخل قطاع غزة بالفعل يمكن الآن لنتنياهو أن يحاول أن يسوق للإسرائيليين بأن هذا الاختيال هو تطور نوعي في الحرب على حماس عمليا لأنه كما قلنا خلال 88 يوما عمليا إسرائيل لم تنجح في اكتيال العشر الأوائل في القيادة السياسية ولا في القيادة العسكرية التابعة لحماس في قطاع غزة وفق ما تقول البصادة الإسرائيلية شكرا جزيلا لك مدير مكتبنا في فلسطين الزميل زياد حلبي كنت معي من القدس إلى غنوة يتيم من بيروت غنوة مرحبا بك نستطيع منك الأحداث الجارية الآن وفيما إذا كانت هناك ردات فعل جديدة ننصدوخ حسين يبدو أن العمل على الأرض انتهى بالنسبة للمعرفة ما حدث بالنسبة للفرق التي كانت تعمل هنا إن كان من قبل الدفاع المدني أو من قبل أيضا الهيئة الصحية أو الصليب الأحمر وأيضا كان هناك الحديث الأخير كان عن عدد ستة قتلى طبعا بينهم القيادة على رأسهم القيادة سالح المروري ولكن حتى الآن يبدو أنه هناك يمنع الاقتراب من المبنى حتى الصباح للتأكد من أن كل الأدلة المطلوبة قد اتخذت بشكل تام كما ذكرت كان هناك طوق أمني لدى وقوع هذا الاستهداف بمسيرة عبر أكثر من صاروخ بحسب مصدر أمني على مبنى يقع فيه مكتب حماس كما ترى ولكن أيضا هو مبنى سكني حتى الآن يبدو بأنه لا يوجد مدنيين بين المصابين لأنه بحسب من عمل على سحب القتلى من هنا ولكن الحديث كان هناك عن ثمانية عشر جريح بحسب المعلومات والمصادر المتداولة الطابق الذي ترى الآن الذي يبقي فيه كم عدد قليل من الأشخاص كان قبل قليل منتلئ بأشخاص يعملون على البحث بين الأنقاض البعض تحدث عن أن هناك أشلاء أشلاء لجثث كان يتم نشلها من بين الأنقاض وأيضا كان هناك لدى وصول إلى هنا كان هناك طوق أمني فرد حول المنطقة منعت السيارات من الدخول وأيضا طلب من السكان المنطقة بالتراجع خلف الأشخاص الصفراء التي وضعت من أجل السماح للفرك الموجودة من بيئة القيام بعملها كما ذكرت عدد كبير من الفرك الأمنية شاركت وتواجدت هنا بعد وقوع هذا الاستهداف بعضها كانت تابعة لأحزاب كحزب الله وحركة أمل وهي معروف بأن المنطقة هي تابعة لحركة أمل ولكن أيضا كان هناك تواجد للجيش اللبناني وولي الصليب الأحمد هناك كانت كلمة مبرمجة لأمين عام حزب الله اليوم غد عند الساعة السادسة كان هناك بعض المعلومات التي تحدثت ربما عن إلغاء هذه الكلمة ولكن بحسب مصادر مكتب الإعلامي لحزب الله هذه الكلمة لا تزال قائمة وبالطبع بعد هذا التحول النوعي في المنطقة لأن الأفكار هنا كانت لأنها ممكن أن تتحول المعركة شيئا فشيئا حول المناطق الجنوبية بأن يكون هناك استهداف لكرة داخل العموك الجنوبي ولكن لم يكن هناك توقع بأن يكون استهداف سريع لضاحية بيروت الجنوبية معقل حزب الله وأيضا لمكتب حماس في هذه المنطقة إذن ستبقين معي غنوة فقط أذكر بأننا نتابع ما يجري داخل لبنان من عملية اغتيال صالح العروري ومرافقين له والبعض يتحدث عن قياديين اثنين حتى اللحظة لم يتم الإعلان عن أسمائهم حتى هذه اللحظة إذن الآن هناك أخبار تتحدث بأن القياديين الذين قضياء مع صالح العروري تحدثت حماس عنهما في بيان تظهر الأخبار العاجلة مقتل القائدين في القسام سمير فندي وعزام الأقرع في الضربة الإسرائيلية في لبنان أيضا القناة الثلاثة عشر الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين تل أبيب أبلغت واشنطن باغتيال العروري أثناء العملية وليس قبلها بينما موقعها لا يتحدث بأن لا خبر ولا معلومات لدى واشنطن عن هذه العملية الغنوة ثمت ردات فعل مرصودة من ساسل لبنانيين على ما جرى اليوم طبعا هناك تخوف لدى الشرع اللبناني اليوم بأن يكون هذا الاستهداف هو رغبة إسرائيلية بجر لبنان إلى حرب شاملة لا تشمل فقط الجنوب اللبناني وكان هناك بيان من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاطي دان فيه الانفجار الذي وقع في منطقة ضاحية بيروت الجنوبية وأدى إلى سقوط جرحة وضحايا كما جاء في هذا البيان ودان هذه الجريمة الإسرائيلية التي تهدف إلى إدخال لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات بعد الاعتداءات اليومية المستمرة في الجنوب وتحدث في هذا البيان أيضا عن القرار 17-01 الذي كان الحديث عنه قد كثر خلال الفترة الماضية وبأن لبنان ملتزم به ولكن إسرائيل هي من تخرقه بشكل دائم وهذا الخرق كان الأكبر اليوم في ضاحية بيروت الجنوبية وأيضا رئيس حكومة تصريف الأعمال كان قد طلب وزير الخارجية والمغتربين نقد الله أبو حبيب بتقديم شك وعاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بسبب هذا الاستهداف الذي رأى ميقاتي بأنه استهداف فاضح للسيادة اللبنانية بهذا التفجير الذي وقع في الضحية الجنوبية لبيروت وكما ذكرت أيضا اليوم الشارع اللبناني بانتظار كلمة أمين عام حزب الله يوم غد لمعرفة بيئة كيف سيكون نوعية الرد هل سيكون هناك رد من قبل حزب الله هل سيكون رد من قبل حماس هل ستشتعل الجبهة الجنوبية مع الحدود الشمالية في إسرائيل أكثر أم أن المعركة ستبقى كما هي ونحن نعلم حسين بأنه خلال الفترة الماضية أظن أن هناك تحركات دائما دولية لمنع إنجراء الحرب أكبر وأنت تتحدثين هنا وسائل أعلام تابعة لحماس مقتل القائدين في القسام سمير فندي وعزام الأقرع في الضربة الإسرائيلية في لبنان وهذه الصور التي تظهر الآن على شاشة الحدث صور هذين القائدين في حركة حماس بحسب وسائل أعلام تابعة لحماس مقتل هؤلاء القائدين أو هذين القائدين بالإضافة إلى صالح العروري القيادي البارز في حركة حماس إذن هذه الصور الآن تظهر لسمير فندي وعزام الأقرع على شاشة الحدث طيب أشكرك حتى اللحظة وسنكون معك مع كل جديد زميلتي غنوة يتيم مراسلة الحدث كنت معي من بيروت إذن نذكر مشاهدين بأن هذه الصور تظهر للقائدين الذين قضي مع صالح العروري في الضربة والغارة الإسرائيلية باستدافة مسيرة على الضاحية الجنوبية في لبنان حيث مكتب صالح العروري كما تحدثت الأوساط الإعلامية إذن نتابع كل مجريات ما جرى اليوم مشاهدين لمناقشة كل هذه التدعيات من واشنطن الجنرال مارك كاميت مساعد وزير الخارجية الأمريكي السابق لشؤون العسكرية والسياسية ومن مدينة طرابلس شمال اللبناني ينضم إلينا الدكتور مصطفى علوش النائب السابق في البرلمان اللبناني مرحبا بكم أبدأ من عندك جنرال مارك لأسأل كيف يمكن استيعاب ردة فعل الفصال الفلسطينية على اغتيال العروري واشنطن ما دورها رغم تصريحها بأنها لم تكن على علم إن إسرائيل إذا كان عليها أن تستوعب ردة فعل فصائل داخل فلسطين فهذا أمر متوقع فهي تنتظر ردة فعل كذلك بتأكيد سيكون هناك رد وهذا ما تفهمه إسرائيل بشكل واضح واشنطن حسبت هذا الحساب البعض يتحدث بأن لها خبر أبلغت أثناء تنفيذ العملية وآخرون يتحدثون موقع والا العبرية يتحدث بأنه لا لا خبر إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة بهذه العملية أعتقد أنه ينبغي أن ننتظر لمعرفة فيما إذا كانت الولايات المتحدة على علم بالضربة أم لا سربما نستمع إلى بيان أمريكي قريب من البيت الأبيض إذا قامت إسرائيل بهذه الضربة وربما أنها لم تعلم واشنطن مسبقا وهذه ممارسة معتادة ولكن أعتقد أنه في خدم هذه الحرب أي معلومة يمكن أن تساعد لكننا نتحدث عن فرديات هنا فأولا يجب أن نعرف فيما إذا كانت دربة كانت دربة إسرائيلية وفيما إذا كانت إسرائيل أبلغت واشنطن أم لا إذن هذه أمور تتطورين بغير ربما ننتظر لفهم أفضل لمن قام بهذه الضربة ثم فيما إذا كانت واشنطن على علم بها في هذه المرحلة نحن نخمن ليس إلا طيب دكتور مصطفى مرحبا بك إلى هذا الحوار هذه العملية هل يعني بالضرورة بأن لبنان الآن دخل هذه المعمعة الأمور باتت أخطر لبنان الآن لبنان منذ حوالي خمسين سنة وهو داخل هذه المعمعة وعمليا منذ سنة 1970 أصبح عمليا الساحة الوحيدة للمقامة الفلسطينية والمواجهات وتحمل هذا البلد الدمار على مدى كل هذه السنوات من دون أن تنتفع فلسطين ولكن بالتأكيد تم دمار لبنان بهذه المرحلة الآن هناك واقع جديد ولكنه ليس خارج التوقعات على الرغم من كل من أنه حدث مفاجئ ولكن بالنهاية هناك حرب مفتوحة وإسرائيل قررت كما هو واضح أن تحقق أهداف أبعد من قضية غزة وحماس وهي أن تدخل المنطقة بأجمعها في حرب مفتوحة وذلك لتحقق أهدافها ربما ترانسفر للفلسطينيين أو أكثر من ذلك ومن الواضح أنه منذ بداية المعركة في السابع من أكتوبر الماضي في السامن أكتوبر بدأت عمليات حزب الله عبر الحدود أخذت إسرائيل على عطقها توسيع رقعة الاستهدافات وتوسيع رقعة الضربات أكثر من المعتاد كما كان على مدى سنوات طويلة الآن هذه الضربات تزيد بشكل واضح على صرامة الموقف لكن بكل موضوعية أقول بأن قرار حزب الله برد كبير مرتبط فقط بقرار إيراني وليس هو قرار لبناني قد يكون هناك بعض الضربات التي قد تزيد بعض الشيء عن ما كان يحصل خلال الأسبوع الماضية ولكن هذا القرار فتح جبهة واسعة يعني أن إيران أخذت القرار بالواجهة ليس مع إسرائيل لوحدها بل مع الولايات المتحدة الأمريكية ومع حلفاء إسرائيل طيب جنرال مارك ما معنى تأجيل زيارة وزير الخارجي الأمريكي إلى إسرائيل أولا أعتقد أن ينبغي أن نعقب عما قيل هذا القرار ليس قرارا إسرائيليا لتوسيع رقعة الحرب كان واضحا منذ السابع من أكتوبر بأن إسرائيل سوف تهاجم ثلاثة أهداف أولا تسعى لعادة الرهائن ثانيا تدمير البنية التحتية لحركة حماس وثالثا قتل أو اعتقال قادة حماس إذن من قتل هو قياده في حماس كاله سلة في أولئك الذين قتلوا في السابع من أكتوبر وما حدث برأيه ضمن الأهداف الإسرائيلية المعلنة منذ اليوم الأول من الحرب سواء رغب حزب الله لبنان في توسيع رقعة الحرب هذا قرارهم وليس بقرار إسرائيلي طيب ماذا عن تأجيل زيارة بلينكين إلى تل أبيب ولقائه المسؤولين الإسرائيليين ما الذي يمكن لواشنطن أن تفعله في هذه اللحظة خاصة وأنها كانت تبحث عن مسألة دفع الاتفاق والهدنة وإن لم تشجع إسرائيل على وقف اطلاق النار ولكن لديها تقول هي أسرة تحتاج إدارة بايدن أن يفك أسره لا ينبغي أن يكون لتأجيل الزيارة أي تأثير على الموقف الأمريكي الواقع أن هذا بالتحديد ما تعتمدته الولايات المتحدة وهو توجيه ضربات محدودة ليس ضد السكان وطبعاً استهداف أهداف ذات قيمة عالية وينبغي أن تنظر حماس لذلك على أنه رغبة من الولايات المتحدة للجمي رد الفعل لإسرائيل وبالتالي ما يمكن أن يتوقع من الولايات المتحدة هو السعي للحد من اتصال رقعة الحرب وكذلك الضحايا بين المدنيين ما تم كان دربة محدودة وعلى حد علمي لم يتم إصابة أو قتل أي مدني وكل من قتلوا في هذه الضربة الجوية كان قادة لحماس سياسيين أو عسكريين وبالتالي فإن هذا لا ينبغي أن يعيق أي محادثات سلام على الإطلاق دكتور مصطفى هناك بيان الفصال الفلسطينية تدعو فيه للرد من كل الجبهات من كل الجبهات لا شك بأن لبنان أحد أهم الجبهات للفصال الفلسطينية الجانب الإيراني كان يحاول تسويق نفسه على أنه يدعم الفصال الفلسطينية في غزة ولكن في نفس الوقت كان يقول أنا لا أريد أن وسع هذا الصراع باستطاعته أن يبقى في هذا الدور أو الظرف لا ستفلت الأمور الواقع بأن الفصائل التابعة لإيران في المنطقة بأجمعها من الحسيين إلى حزب الله إلى الحشد العراقي وإلى مهنالك كلها تتحرك بقرار إيراني ولا تتحرك بردة فعل عفوية عاطفية أو محبة بالفلسطينيين أو غيرة على غزة هذا كلام أصبح من خلال التجربة بأنه ليس منطقيا والتجربة على مدى سنوات طويلة أكدت على أن هذه الفصائل بقرارها وبكلامها المعلن وأيضا بكلام قادة الحرس السوري والقيادات الإيرانية بأن هذه المجموعات التي قد تصل إلى أكثر من 200 ألف بندقية هي تعمل لمصلحة ولاية الفقير فقط لغير لذلك ستزين إيران هذه القضية بناء على مصلحتها من فتح هذه الجبهة وهي جبهة ستكون صعبة عليها وعلى حلفائها وعلى أتباعها ليس فقط بسبب إسرائيل فقط ولكن هناك أيضا منذ بضعة أيام كان هناك 73 قطع حربية قريبة داخل المتوسط صحيح أن هناك حامل الطائرات انسحبت ولكن القوة الموجودة على الأرض وفي البحر كافية لتقوم بحرب مفتوحة لذلك السؤال يجب أن يتوجه هل إيران هي مستعدة لذلك أظن أن إسرائيل وأريد أن أؤكد وأكرر أن ما يجب أن نزيده هو أن إسرائيل تريد أيضا تدمير غزة بالكامل وجعلها غرق قابرة للحياة بالإضافة إلى قتل ألاف الفلسطينيين وجعل هذه المدينة وهذه المنطقة لن يرغب أحد بها أفهم الدفاع المستدام عن إسرائيل من قبل القيادات الأمريكية لأنهم يعتبرون أن إسرائيل هي جزء من الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بالنهاية علينا أن نتذكر أن هناك في غزة مليونين وثلاثمائة ألف فلسطيني تستعد إسرائيل لطردهم وقد يكون من المناسب توسيع هذه الحرب ودفع القوى التابعة لإيران لتوسيعها وأحداث تغيير جزري في قواعد اللعبة لكي تدخل ألوية المتحدة الأمريكية وبريطانيا وربما فرنسا وربما غيرها من الدول لمواجهة مفتوحة مع إيران ومع حلفائها في هذه المنطقة طيب جنرال مارك الآن هناك مواقف من مسؤولين إيرانيين يقولون على واشنطن وحلفائها كذلك أن يتحملوا ردة فعل الفصال الفلسطينية التي ستكون في الوقت المناسب إلى أي حد هذا بالفعل هو إنذار من الجانب الإيراني ويمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تتلاشاه أو تعمل بطريقة من أجل تفادي وقوع هذه الردات ردات الفعل سواء في العراق أو في اليمن بالملاحة البحرية أو غيرها ليس ثم تتساق في البيانات الصادرة من إيران التي تقول أنها لا ترغب في رؤية اندلاع نزاع إقليمي ولكن يبدو أن الآن ترويجوا لذلك الفصائل الفلسطينية والحوثيون وحركة حماس والحجد الشعبي العراقي هؤلاء كلهم ساعوا لتحويل النزاع إلى نزاع إقليمي لكن ذلك لم يحصل أما بالنسبة لغزة فليس الإسرائيليون هم الذين يرغبون في جاء الغزة غير قابلة للحياة وليس إسرائيل التي ترغب في عودة سكان غزة إلى ديارهم من يسعى لذلك هي حركة حماس منذ هجوه السابع من أكتوبر وحماس كانت تنتظر أن يكون رد الفعل الإسرائيلي قوي مدمر وأن تستهدف البنية التحتية التي استخدمتها حماس لإخفاء مقراتها في شبكة الأنفاق في الأحياء الساكمية وحماس هي التي استخدمت المدنيين الفلسطينيين كدروع بشارية وحاولتهم إلى شهده إذن إذا كان هناك لوم بسبب تدمير غزة فهذا اللوم يجب أن يكون على عطيق حماس وليس إسرائيل ويمكن أن توقع بعمتهاء هذه الحرب وتحقيق إسرائيل يهدفها بأن يكون هناك تدفق للأموال الدولية لإعادة عمار غزة شكرا جزيلا لكم من واشنطن الجنرال مارك كيميت مساعد وزير الخارجية الأمريكية السابق لشؤون العسكرية والسياسية ومن مدينة طرابلو السيمال للبنان أشكر دكتور مصطفى علوش النائب السابق في البرلمان اللبناني من هو صالح العروري الذي اغتالته إسرائيل التفاصيل في التقرير التالي اشتركوا في القناة 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 هاي الماء عم تنزل من فوق باربين فوق أخر طابق إذن نتابع مشاهدينا من ناصرة ينضم ولينا الكاتب الصحفي نظير مجلي ومن بيروت ينضم ولينا الدكتور رئيف خوري وأستاذ محاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية مرحبا بكم أستاذ نظير هذا الحدث كيف سيصرف وأين ومتى مرحبا بك يا عزيزي وبالأستاذ رئيف وبالأخير مشاهدين المشاهدات هذا حدث المفروض أنه كان متوقعا لأن الحكومة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي رغم كل ما فعلوه في غزة يخرجون من دون إنجاز يستطيعون أن يتباهوا فيه ويرفع معرويات المجتمع الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي وكانوا قد تحدثوا صراحة عن اغتيالات قالوا اغتيالات لجميع قادة حماس في أين ما يكونون وحتى في الثالث والعشرين من الشهر الماضي تحدث نتنياهو بشكل صريح عن اسم صالح العروري ويعني تم الاغتيال وهم في اجتماع في داخل مكتب حماس في بيروت يعني هذا كان مكشوفا لدرجة غير عادية وإسرائيل كانت تتحين الفرص لدرجة أنهم لم يترددوا طويلا في تنفيذهم على الرغم من أننا موجودون في وقت فيه محاولة جدية للذهاب إلى صفقة تبادل أسرى ولذلك جاءت دربة تنتسجم مع السياسة الإسرائيلية التي تريد أن ترفع المعنويات والمشكلة أنها تبتح شيئا للإسرائيليين الآن للتفكير في مزيد من الاغتيالات وتصعيد الحرب عمليا والإكمال فيها ووزير الخارجية الإسرائيلية الجديد تحدثت اليوم عن أننا في خضم حرب عالمية ويعني من غير المستبعد أن يكون هناك تداعيات لهذه الجريمة وتطول أكثر من هدف وتوسع حلقة الحرب أكثر فأكثر طيب ما الذي يترتب على لبنان نتيجة هذه العملية باعتبار أن الحدث في جغرافيا لبنان يا دكتور رأيف لبنان مفقود الهوية والقرار بالعكس أن الحكومة اللبنانية عاجزة ولا تستطيع فرض أي أمر لبن بأقصى حالتها يمكن أن تتقدم بشكوى إلى الأمم المتحدة الحكومة الرسمية غير موجودة هناك قوة على أرض الواقع لا تنفذ القرار 17-01 ولا تنفذ القرار الأممي 15-59 وما جرى اليوم هو نتيجة لهذا التخازل ولهذا التلاشي وعدم تنفيذ القرارات الأممية لو لم يتحول الجنوب إلى منطقة إسناد وإلى منطقة إشغال لما كان جرى هذا الاغتيال اليوم لأن ما فعلته القوى الأمر الواقع في الجنوب بإباحة الحدود والسماح لكل القوى ولكل التنظيمات بما فيها حماس وجهاد الإسلامي بأن تطلق الصواريخ لبل أن تتبنى حتى إذن عندما يطلقها غيرها جعل من أرض الجنوب ومن بيروت مركز استهداف وموضع استهداف للجيش الإسرائيلي وبالتالي لقد سئل مرة وزير الدفاع الإسرائيلي متى يتخطى حزب الله الخطوط الحمر أجاب عندما نقصه في أول مرة بيروت يكون قد تخطى الخطوط الحمر لقد وعدت إسرائيل بالاغتيالات فأجرت اغتيالاتها في سوريا وكان آخرها مسؤول الحرس الصوري رضي الموسوي وأيضا قامت بعمليات في شمال اليمن ومن أوقفها هناك أمريكا والإدارة في واشنطن وبالتالي منطق الحرب يقتضي أن تتوسع هذه العمليات وبالتالي نحن نخشى في لبنان من تصعيد لعدم تنفيذ القرار 17-01 لقد تم إبلاغ لبنان بواسط هوكشتاين والإدارة الأمريكية وبواسط وزير الخارجية الفرنسية بأن لبنان عليه أن يبعد الصواريخ ويبعد المدافع إلى شمال الليطاني وبالتالي لم يستجب تستجب قوى الأمر الواقع في الجنوب لهذا المطلب الدول العالمي الأممي وبالتالي سمحوا لإسرائيل باتفاق مباشر أو باتفاق غير مباشر أن تقوم بهذه العمليات وذلك في حسابات لا تموت إلى لبنان بصلة إنما تموت للأجندة الإيرانية وبالتالي ما يجري في لبنان أو في الضفة أو في قطاع اسمح لي دكتور رئيس نتابع مشاهدين هذه الكلمة لرئيس حركة حماس اسمعيلانية وخارجه وأمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم القائد المجاهد والقامة الوطنية الكبيرة الشهيد الشيخ صالح العاروري أبو محمد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس قائد الحركة في الضفة الغربية وإخوانه القادة القائد القسامي سمير فندي أبو عامر والقائد القسامي عزام الأقرع أبو عمار وعدد من إخوانهم من كوادر وأبناء الحركة وهم الأخ الشهيد محمود زكي شاهين والأخ الشهيد محمد بشاشة والأخ الشهيد محمد الريس والأخ الشهيد أحمد حمود الذين ارتقوا إلى ربهم شهداء مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة اللبنانية بيروت إثر عملية اغتيال جبانة نفذها العدو الصهيوني في عدوان همجي وجريمة النقراء تثبت مجدداً دمويته التي يمارسها على شعبنا في غزة والضفة والخارج وفي كل مكان أبناء شعبنا المجاهد نؤكد أن اغتيال الاحتلال الصهيوني للأخ القائد الوطني الكبير المجاهد الشيخ صالح العروري وإخوانه من قادة الحركة وكوادرها على الأراضي اللبنانية هو عمل إرهابي مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا ويتحمل مسؤولية تداعياته الاحتلال الصهيوني النازي ولن يفلحا في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى شعبنا ومقاومته الباسلة لقد امتزجت الدماء الطاهرة للقائد الشهيد الشيخ صالح العروري وإخوانه مع دماء عشرات الآلاف من شهداء شعبنا وجرحاه في قطاع غزة والضفة الغربية والخارج ودماء شهداء الأمة في معركة طوفان الأقصى من أجل فلسطين والقدس والأقصى لقد مضى القائد الشيخ صالح العروري وإخوانه إلى ربهم شهداء بعد حياة حافلة بالتضحية والجهاد والمقاومة والعمل في كل ساحات وفي كل الميادين من أجل فلسطين ومن أجل كرامة الشعب وسيادة هذه الأمة وفي القلب منها القدس والمسجد الأقصى المبارك ونالوا أسمى أمانيهم على درب ذات الشوكة وتركوا من خلفهم رجالا أشداء يحملون الراية من بعدهم ويكملون المسيرة دفاعا عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا حتى التحرير والعودة بإذن الله وإن حركة تقدم قادتها ومؤسسيها شهداء من أجل كرامة شعبنا وأمتنا لن تهزم أبدا بإذن الله بل تزيدها هذه الاستهدافات قوة وصلابة وعزيمة لا تلين هذا هو تاريخ المقاومة والحركة بعد اغتيال قادتها أنها أشد قوة وإسرارا فقبل الله القائد الشهيد الشيخ أبا محمد وإخوانه ورفاقه وأسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة إلى الله في الخالدين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإنه لجهاد نصر أو استشهاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن مشاهدين هذه كانت كلمة الرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل أهنية أستاذ نظير مرحبا بك استمعت إلى هذه الكلمة توقفت عند بعض الجمل أي موقف يمكن البناء عليه طبعا أولا إشارة إلى أن هذا الطريق وطريق استشهاد وهذا معروف بهذه الحركات طبعا الحركات التورية الأمر الثاني أنها خطاب هادئ ليس فيه أي تهديد برد ويبدو أنه من نوع الخطابات التي تلقى من باب المسؤولية الوطنية كمسؤول يعني رقم واحد وليس فيه قيادة عسكرية ليس فيه شيء عن الحرب ليس فيه شيء عن ما يجري عن ما يجري في غزة وكيف ستكون الأمور إلى الأمام أعتقد أنه تجنب بشكل مقصود هذا هو الشكل أستاذ نظير هذا هو شكل الخطاب وفق وفق قائد هذه الحركة من الناحية السياسية مسألة الرد ومسألة الحديث عن العسكرة وغير ذلك متروك لمن قاموا بعملية السابع من أكتوبر محمد الطيف وعناصره يعني كما يبدو هذا هو الاتجاه أو محاولة لتهدئة منع التصعيد أكتر لأنه يقرأ الخارطة جيدا في الشارع الإسرائيلي يرى كيف رد الفعل الإسرائيلي على هذه الجريمة كما هو معروف المسؤول الإسرائيليون بدأوا في الزهو في تصريحاتهم إلى درجة أن نتنياو أمرهم بالسكوت وعدم التبني هذه القضية والتهدئة أكتر فأكتر لكن يوجد أصوات جدية في المجتمع الإسرائيلي تطالب الآن لأن يكون هناك توسيع لحلقة الحرب وطبعا عندما كان هناك مفروض أن يجتمع المجلس الوزاري الأمني في الحكومة الإسرائيلية وألغى الاجتماع بلينكين كان سيأتي إلى هنا وألغى زيارته فعلا أصبحت تلك حرب مكتوحة ولكن سيد سمعيل هنية لم يتطرق إليها إطلاقه طيب سأسألك عن هذه النقطة تحديدا أستاذ نظير ما معنى أن يطلب من هؤلاء الوزراء أن يصمتوا الآن على الأقل ولا يتحدثوا ولا يبدو أي مواقف هل هي الخوف من ردات الفعل استفزاز الآخرين نريد أن نعرف هذه النفسية وهذا السلوك بعد أقل الدكتور رئيف الساحة اللبنانية الآن حزب الله بعد ما جرى الآن يعني يستطيع القول بأنني أنا يعني حتى اللحظة لا أدري لا أعلم وبالتالي يبقى محدود الرد محدود ساحة الاشتباك أو لا في الضاحية الجنوبية يستوجب منه الرد والرد بشكل وبطريقة مختلفة هذه المرة في فمه ماء لن يستطيع السكوت ولن يستطيع أيضا توسيع الحرب لسيما وأن إيران تخشى توسيع الحرب وبالتالي ما هو مطلوب منه الآن أو ما هو منتظر أن يدفع بحماس التنظيم في لبنان تنظيم حماس في لبنان بأن تجري ردا وردا لا يستهدف قتل المدنيين أو إصابة المدن والأبرياء إنما ربما سكنات عسكرية أو بعض النقلات الجند والمدرعات إنما ما لفتني في قطاب هنية هو قوله بأن هذا الارتيال هو انتهاك للسيادة اللبنانية نعم إسرائيل تنتهك السيادة اللبنانية إنما ماذا عن وجود الإيراني في لبنان أليس هذا بانتهاك للسيادة اللبنانية ماذا عن وجود حماس والجهاد في جنوب لبنان مع المدفعية والصواريخ والصواريخ الموجهة أليس هذا أيضا انتهاك للسيادة اللبنانية ما علاقتهم بذلك يا دكتور رئيف ما علاقتهم إذا كان صاحب البيت راض بهذه المسألة أنت تذكر بأنه ولا حكومة هذا اللب ولا حكومة دانت هذا الموضوع هذا اللب نعم لأن الحكومة لا يمكن للحكومة اللبنانية أن تدين هذا الموضوع هي من صنيعة هذه القوى إنما السؤال لماذا نحول بلدنا إلى ساحة صراع وإلى ساحة تصفية وإلى ساحة في الأجندة الإيرانية وغيرها من الأجندات السياسية ولماذا لا ننفذ قرارات مجلس الأمن 15-59-17-01 لماذا نحول بلدنا إلى مثال للتدمير شبيه بمثال غزة والقطاع نحن حريصون في لبنان على أن تبقى لبنان بمنأة وبمعزل عن هذه السياسة وبأن نحيد أنفسنا عن هذا الصراع وبالتالي أن لا نقود مدارسنا ومستشفياتنا وقرانا إلى التدمير وبالتالي هنا المطلوب المطلوب هو عدم انتهاق السيادة اللبنانية لا من إسرائيل ولا من قوى ما يسمى قوى الممانعة مع الحديث يا دكتور رئيس ما لفت نظري في هذا نعم سأعود إليك بالنقاط التي توقفت ما لفت نظري في هذا سأعود إليك بالنقاط التي توقفت عندها ولا شك بأنك قد سجلت ذلك مع التذكير بأن حتى إسرائيل لم تلتزم بـ 17-01 فقط للتذكير أستاذ نظير ما معنى أن يطلب من الوزراء أن لا تتحدثوا هم يعرفون طبيعة الرد هم يعرفون عقلية هذه الفصائل وبالتالي من الممكن أن تكون هناك سفزازات أكثر ويكون الرد يشابه مجريات حدثت في السابق 7 من أكتوبر مثلا عمما السياسة الإسرائيلية كانت تتبع ضبابية في الكثير من الأمور الحساسة كان ذلك مثلا بالنسبة للتسلح النووي فاتخذت قرارا بأن تبقى سياستها ضبابية ولا تعترف أنها تطور أسلحة نووية كذلك الأمر في مثل هذه القضايا التي من الممكن أن تكون فيها متهمة الغتيالات في إيران الضربات المباشرة لإيران في غالبية الحالات كانت تسكت عنها إبادة المفاعل النووي في صدير الزور في سوريا لكن نتنياهو جاء بسياسة جديدة يسموها في إسرائيل بالمناسبة سياسة أبو علي ذلك الذي يتباهى بأنه قوي بأنه نفذ تلك العمليات ذلك الذي يسارع مثل المراهقين للحديث لأصحابه عن علاقاته يعني يتباهون بمثل هذه الأمور حتى يغطوا على نفط الضعف فانت معروف أن الضربة التي تلقتها إسرائيل السابع من أكتوبر ضربت هيبة الجيش ومعنويات الجيش ومعنيات الجنود ومعنيات المواطنين والآن هم بحاجة لرفعها ومثل هذه الإغتيالات عادة ترفع من هذا الشعور وذلك يذهب بعض المتسرعين من القادة للتباهي بها وهذا يحمل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية مباشرة عنها فماذا تفعل بهذه الحالة؟ عادة أن القيادات الإسرائيلية كانت تتيح للناس أن يفهموا أنها هي التي نفذت من دون أن تعترفها بذلك في عهد نتنياهو الأمر مختلف ولكن هذه قضية بالغة الحساسية العروري ليس بالشخص العادي في المناطق الفلسطينية خصوصا في الدفة الغربية هو يعتبر الرجل رقم واحد في حماس وهو مسؤول عن العديد من العمليات وهو أيضا معروف أنه يعمل من أجل أكثر العاملين في حماس للتقريب مع بقية الفصائل هو الذي يثقود فكرة وحدة الساحات لديه عدد من الصفات التي تجعل حتى آخرين من غير حماس يؤيدونه ويرون فيه قائدا ولذلك اغتياله سوف يكون له رد فعل فلسطيني حتمي ولذلك نتنياهو يحاول أن ينطس كل الضربات نتيجة لهذا الابتيال أستاذ نظير قبل العودة إلى الدكتور رئيف عندما أثرت قضية بأن الرجل كان يعمل ويعمل ويعمل كل الفصال الفلسطينية نعت الرجل ولكن مسألة الحديث عن صلة الارتباط والتواصل مع الآخرين إلى أي حد بالفعل هذا سيؤثر على حوار الفلسطينيين الفلسطينيين فيما بينهم البين باعتبار أن الرجل كان يقود حراك حتى فتح اعترفت بذلك قالت كنا نتحدث معه والرجل صاحب فكر مختلف نعم بالمناسبة هذا بالتاريخ الفلسطيني الإسرائيلي موجود أحمد يسين عندما قرر أن ينجنح لاتجاه التصالح مع عرفات والذهاب إلى وحدة منظمة التحرير تم اغتياله وجاء من بعده عبد العزيز الرنتيسي وأعلن أنه سيكمل هذا الطريب ولم ينضي شهر على انتخابه رئيسا لحماس وتم اغتياله يعني قضية أولئك القادة الذين يسعون إلى توحيد الصدف الفلسطيني وفق برنامج عاقل ومسؤول يستطيع الفلسطيني فيه أن يظهر أمام العالم بشكل شرعي هذه سياسة لا تريدها إسرائيل ونتنياهو عمل بكل ما قضي قوته لكي يعمق الخلاف الفلسطيني حتى على حساب منح قوة لحماس عن طريق إدخال الأموال لها من قطر وبسبب هذا عملياً كان يقول صراعاً أن هذا هو الذي سيمنع الدولة الفلسطينية مع ذلك أعتقد أن القادة الفلسطينية اليوم يجب أن ينتبهوا لهذا الجانب وأن يعززوا أكثر هذا التوجه لأن استمرار الانقسام فقدان الوحدة الوطنية خصوصاً بعدما جرى في غزة من كوارث يصبح هذه مسؤولية وطنية يجب أن يرتقون جميعاً إليها وخصوصاً قيادة حماس لأنها تعتبر اليوم صاحبة المعركة فأنت صاحب معركة الآن لديك مسؤولية وطنية عليك أن تقدم كل ما بوسعك لكي تعزز هذه الوحدة وليس شق بالمزيد من الانتصالات طحي كلما هربنا من نقطة هامة في حديثك وإجاباتك أستاذ نظير تثير واحدة أكثر دقة وأكثر عمق مسألة استهداف وبنك الإسرائيلي لدى استياد هذه الشخصيات يبدو بأنه مدروس ومدروس بعناية ولكن لن أبقى معك سأذهب إلى دكتور رئيف الآن وأعود إليك بهذه النقطة التي أثرتها دكتور رئيف سجلت مجموعة من النقاط ولكن لابد أن أسألك عندما يغتال شخصية بهذا الحجم ليس مسألة الارتباط ووصلت التواصل مع الجانب الإيراني مع حزب الله الرجل له باع في مسألة الاتحاد الفلسطيني الواحد كيف سيؤثر كذلك على علاقة الفصائل الفلسطينية مع حزب الله السؤال مرتبط بانتقاد في بداية الرد على السابع من أكتوبر من خالد مشعل عندما قال بأنه لا يجب أن يكون الرد بهذا الشكل فقط هناك جهتين تتطلبان عدم الالتقاء الفلسطيني الفلسطيني هناك نتنياهو والتطرف اليهودي الإسرائيلي الصهيوني والتطرف الإسرائيلي الذي لا يريد أن تبقى حماس على علاقة جيدة مع الضفة ولا أن تبقى الضفة على علاقة جيدة مع حماس إنما هناك آخرين لا يريدون هذا الاتفاق هناك سياسة في طهران أيضا لا تريد أن تكون حماس والجهاد على علاقة جيدة مع الضفة ومع السلطة الفلسطينية وقد عملوا في لبنان على تصفية الفلسطينيين وتصفية القوى المنتمية إلى السلطة وإلى فتح وقاموا بمحاربة وما زلنا في لبنان نمح أسار الاشتباكات الفلسطينية الفلسطينية التي كانت تستهدف لوضع اليد على المخيمات في لبنان وعلى القادة المعارضين لسياسة طهران وقامت حماس في لبنان والجهاد الإسلامي باشتباكات في عين الحلوة وفي غيرها من المخيمات وبالتالي لا يلقى اللون فقط على إسرائيل وهدف إسرائيل هو التفرق بين الفلسطينيين إنما هناك جهات أخرى تدعو علنا إلى حماية الشعب الفلسطيني والنضال المسلح بينما هي تستولي على سلاح الفلسطينيين وعلى ضرب القوى المسلحة المنتمية إلى الكفاح المسلح في لبنان وفي أماكن أخرى وبالتالي هذه السياسة لها وجهان وجه معلن ووجه مستتر وهنية عندما قال في قطابه الليلة بأن الاستشهاد تم من أجل العودة هنا نقف مرة أخرى أمام هذا الخطاب كيف يمكن العودة وقامت عملية طوافان الأقصى و7 أكتوبر بتهجير إضافي من شمال القطاع إلى وسطه ومن وسطه إلى جنوبه ومن شرق جنوبه إلى غرب جنوبه وبالتالي كيف يمكن الصمود والعودة إذا كان الشعب الفلسطيني البطل الصامد في القطاع والصامد في الضفة لا يستطيع أن يؤمن دواء ولا يستطيع أن يؤمن مستشفى ولا مدرسة ولم تقم حماس قبل عملية طوافان الأقصى بتأمين المستلزمات المطلوبة للصمود وبالتالي ليس هناك من كلام جميل حول الانتصار أو حول إمكانية تغيير المعايير أو تعديلها لا لنبتعد قليلا عن الشعور الشعبوي وعن الشعارات الشعبوية ونتطلع إلى ما حصل في القطاع من تهجير ومن تدمير للبشر والحجر والشجر ومن نكبات طالت هذا الشعب ويدفع تمنى الفلسطينيون دكتور رئيف داخل قطاع غزة بنصف تقيقة أستاذ النظير تأثير اغتيال هذه الشخصية على المصالحة الفلسطينية الفلسطينية ينبغي أن تكون دافعا ومحفزا جديدا للمصالحة حتى الآن كان من المفترض أن أيضا الضحايا التي وقعت في غزة أن تكون كافية لمثل هذه المصالحة الآن أصبح الأمر ملحن أكثر خصوصا وأن شهية الاغتيالات تفتح الشهية أكبر في إسرائيل لتوسيع الحرب وينبغي العمل بشكل واحد يعني السريع وعميق لوطف هذه الحرب بأي شكل من الأشكال شكرا جزيلا لكم آمين الناصر الكاتب الصحفي نظير مجلي وأشكر كذلك من بيروت الدكتور رئيب خوري أستاذ محاضر بالقانون الدستوري والعلاقات الدولية ترجمة نانسي قنقر